مشكلة فونتات الاوتوكاد او الخطوط بتاعت الاوتوكاد دايما لما بتجيب فايل من الانترنت او بتاخد فايل من حد فبتيجي تفتح فايل بالطريقة دي تغش جواية تلاقي ان فيه شوية كلام مش مفهوم او مش ماري كويس زي ما انتم شايفين هنا فبالتالي المشكلة دي بتبان علشان انت مش بيبقى عندك الفونتات او الخطوط اللي بتقرأ الكلام دوت وفي معظم الوقات بتبقى دي خطوط عربي فانت مش بيبقى عندك على الاوتوكاد اول ما بتعمل له سيتب طيب احنا علشان نعمل سيتب للفونتات الجديدة فهنقفل الاوتوكاد بعد كده هنروح على فايل في الفونتات الفايل ده انا سيبه لكو في الديسكريبشن علشان لو حد حاب ينزله ونمشي معايا خطوة خطوة هندوس رايت كليك على فايل دوت علشان نعمله استراكت وهنفتح الفولدر دوت هتلاقي جواه في فايلات كتير هي دي الفونتات بتاعت الاوتوكاد طبعا معظمها العربي اللي هو اصلا بيعمل معنا المشكلة دي فهنعلم على كل الفونتات دي كنترول ايه وهنعمل رايت كليك ونقل له كوبي وبعد كده هنروح على السي وبعد كده ونروح على اوتو دسك وبعدين هنروح على الفولدر بتاع الاوتوكاد اللي متسطب فيه وهنروح على فولدر اسمه فونتس وهنيجي هنا ندوز رايت كليك ونعمل بيست وطبعا لو سألك عايز تعمل بيرميشن قل له كونتيني ومفيش مشكلة وبكده تكون الفونتات كلها تعرفت عندك على الاوتوكاد وهنروح بعد كده نفتح الفايل بتاعنا اللي احنا فتحناه في الاول وما كانش الكلام فيه مقاري كويس فهنلاقي ان مشكلة الخطوط كلها اتحلت احنا كده عرفنا الفونتات كلها علشان نقدر نقراها جوا الاوتوكاد لو عجبك الفيديو اعمل سابسكرايب ولايك للقناة لشان يجي لك كل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة